أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه للمرة الثامنة على التوالي فشلت محاولات التنسيق من خلال المؤسسات الدولية مع سلطات الاحتلال لسماح بإدخال مواد غذائية ومستلزمات طبية ووقود لمستشفى الأمل بمحافظة خان يونس وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال يواصل فرض الحصار المتبق منذ 27 يوما وسط استهدافات متكررة واقتحام المستشفى واعتقال عدد من التواقم الطبية والإدارية وهو ما ينذر بتوقف العمل في المستشفى لا سيما وأن مخزون الوقود بات على وشك النفاذ